شيء آخر انظر إلى نبرة أو اسمع صوت يسوع المسيح لما يسوع بيتكلم لازم تشوف وين عينيه كانت بتتحرك وين صوته كان موجه من خلال الصوت وطريقة الكلام نستطيع أن نستشف أن يسوع كان عنده حنان وكان عنده رأفي على هذه المرأة فكتابة الشيء حتى بالوحي غير الصوت والحركة يعني لما بتحرك ولما بتكلم حركة العينين حركة التعبير تستطيع تستدل إذا أنا غضان أو مش غضان أو بأي عواطف أخرى الصوت والعينين ممكن تظهرها فأنظر إلى وجه يسوع اسمع نبرة الصوت الكلام أو طريقة الكلام اللي كان بيتكلم فيها الحركة اللي كان بيتعامل لا فيها ثم أحبا خليني أقول شيء أخير انظر إلى نهاية القصة مش إلى بداية القصة للأسف كتير ناس عاوزت تقولك كيف بقول للمرأة هيك طيب ما رأيك في نهاية القصة أحبا أحبا ما هو العاوز يجد علة مثل ما ذكرت في البداية لأن القلب مملوء بالكرهية على شو بتخبه بتحاول تظهر ضعف المسيح عشان تظهر مين قوة مين هل في شبيه ليسوع المسيح أصلا عيب نشبه يسوع بأي نبي وبأي إنسان في هذا الوجود على شو بتخبه على مين نهاية القصة بتقول أن هاي المرأة رجعت للبيت ابنتها تحررت من الشيطان وخلاص يعني رأت هذه المعجزة الخارقة العظيمة جدا أنه أخدت الجواب من يسوع المسيح اشتركوا في القناة